قبل ما نبدأوا ما تنسوش تديروا جمل الفيديو تشتركوا في القناة دي نيوز توداي باجدي ما يصلكم جديد الأخبار مشاهدين الكرام أهلا بكم تعديل وزاري يصدم حكومة أخ نوش بالمغرب تشفت مصادر مطلعة بأن تعديل وشيكا قد يحدد مصر سبع وزارة في حكومة أخ نوش قد يتم بعد اعتماد مشروع قانون المالي لعام 2024 الذي يخضع حاليا للمناقشة في مجلس المستشارين واستندا إلى ذات المصادر فقد تلقى رئيس الحكومة عزيز أخ نوش الضوء الأخضر بممارسة اختصاصاته في مجال تعديل الحكومة مؤكدة أن النقاشات الأولية بين زعماء الأحزاب الأغنبية الحكومية أظهرت أن هناك شبه الشماعة على ضعف سبعة وزراء معظمهم من النساء خلال الستة وعشون شهرا التي قضوها في الحكومة مرجحة أن الأحرار سيتخلى عن ثلاثة وزراء وحزب الأصل والمعاصرة عن الوزيرين وحزب الاستقلال عن ثلاثة وزراء وإن أصل فصل 48 من الدستور المغربي أنه لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك فأعوذ أو أكثر من أعضاء الحكومة بناء على استقلالاتهم الفردية أو الجماعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر